اهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات اياحة حلقتنا النهاردة اصار التساؤلات لناس كتير قوي وهو تسر تسمية البرنامج بتاعنا باياحة وايه هو اصلا معنى اياحة النهاردة هقول لكم ايه هي اياحة وايه هي قصتها احنا دايما بنغني في رمضان وحاوي يا وحاوي اياحة واحنا مش فاهمين معنى الجملة وحاوي يا وحاوي معناها وكلمة واحاوي في الاساس معناها اهلا او مرحبا اياحة معناها الامر ودي كانت جملة بيهتف بيا قدماء المصريين وهم بيستقبلوا الملكة اياح حطب اثناء عودتها من محاربة الهكسوس وطبعا كانوا عاملين لها الهتاف ده تقديرا منهم لمجهداتها الكبيرة قوي في طرد الهكسوس من مصر وبالمناسبة اياح حطب كانوا بيطلقوا عليها امر الزمان او معناها امر الزمان وده في القصص الخرافية لكن مفيش قصة حقيقية اثبتت ده لحد دلوقتي واياح حطب دي هي اصلا والدة احمس الاول اللي هو القاهر الهكسوس وفي مقولة تانية بقى بتقول ان ايام الفراعنة كانوا المصريين بيخرجوا في اول كل شهر عشان يرحبوا بالامر وكانوا بيغنوا وحاوي يا وحاوي اياحة والاغنية دي اللي غناها المغني والملحن المصري احمد عبدالقادر للازاعة المصرية في تلاتينات القرن الماضي وكانت كلمات حسن حلم المانسترلي وكلماتها كانت مستوحاء من الفلكلور الشعبي المصري الاصيل ومن هنا جات كلمة اياحة وسبب تسمية البرنامج باسم اياحة اياحة يعني الامر ونسبة الى زي ما قلنا الملكة اياح حطب ومجهوداتها الكتير قوي في طرد الهكسوس من مصر لو عجبكم اسم اياحة ومعنى اسم اياحة وتفسير اسم اياحة اكتبولي في الكومنتات وما تنسوش اللايك والشير ولو حابين نتكلم عن اي حاجة من تراصنا الرمضاني بلغوني في الكومنتات وهنتكلم بيها بس السيزن الجاي لان دي كانت اخر حلقة من حلقات السيزن الاول رمضان عشرين اربعة وعشرين اياحة وهستناكم رمضان الجاي ولو عندكم اي اقتراحات لبرامجنا او اي اقتراحات لسيزن رمضان السنة الجاية اكتبوا لي في الكومنتات ورمضان كريم عليكم وعيد فطر سعيد عليكم وعلى اهليكم وعلى حبيتكم هستناكم سيزن الجاي دينا اول عالم